في عالم مليء بالتحديات الأخلاقية والمعنويات المتباينة تبرز قضية مهمة جدا ألا وهي الزنا كأحد المواضيع الحساسة والمثيرة للجدل في وقتنا الراهن ما هي الحكمة الإلهية وراء تحريم هذا الأمر المشين؟ هل يكمن سر خطر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في حماية الفرد والمجتمع؟ أم هناك أسباب أعمق تتعلق بالأخلاق والقيام الإنسانية؟ اكتشف معنا الحقائق وراء حكمة تحريم الزنا وتأمل في قيم المجتمع وتأثيرها على حياتنا اليومية والحكمة ربي بالغة جلت عن حيف أو عوجي والأمر إليك تدبره فأغفنا باللطف البغيج عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي إن الزنا دين إذا أقرطته كان الوفى في أهل بيتك فاعلمي يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي ما يزني يزنا به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي سيكون موضوعها معكم آفة أخلاقية وخلقية فإذا انزلق الإنسان بها أصبح بمنزلة الأنعام بل أضل من ذلك وإذا ترفع عنها وحفظ نفسه منها كان من الناجين من الإنحطاط والعار في الدنيا والآخرة هذا الذنب هو سبب لصخط ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وقد حذرنا ربنا جل جلاله في كتابه الكريم قائلا لنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم فكان الزنا من كبائر الفواحش والذنوب وكان تحريمه من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين حفظا للمجتمع من الفساد والإنحطاط الأخلاقي وهو سبب رئيسي في دمار الجانب الأخلاقي في المجتمعات والأمم لما له من نزع للحياء والمروءة من الأفراد فيصبح من النادر مراعاة حرمة الأعراض ويصبح انتهاكه سائغا سهلا لدى البعض بالإضافة إلى أنه قد يكون السبب في التسبب في مشكلات أخلاقية واجتماعية أخرى فمن لا يراعي حرمة الأعراض لا يراعي غيرها من الحرمات ومما لا شك فيه عزيز المشاهد أن الزنا هو المزعزع الأول للأسرة في الاستقرار والراحة النفسية وهو حجر أساسي في نشوق الخلافات وتفكك بنية الأسرة في المجتمع من طلاق وفراق بين الرجل وزوجته مما يؤدي لضياع أجيال كاملة ينتج عنها جيل غير مستقر نفسيا ولا تربويا ولا أخلاقيا وقد يؤدي لظهور موجات جديدة من المجرمين والمنحرفين والعياذ بالله وتفشي عدام القيم والمبادئ الدينية الشرعية لما ينتج من خلافات الوالدين أو انفصالهما وبهذا كان تحريم الزنا أعزائي المشاهدين منقذا لأسر كاملة من الضياع والشتات إن في تحريم الزنا حفظ للمجتمع من الأمراض التي قد تؤدي لكارثة صحية مدمرة ففي الزنا ينعدم معنى الانضباط والعفة فلا يكتفي الرجل بامرأة واحدة كالزواج مما قد يسبب تناقلا كبيرا للأمراض والآفات الجنسية والجسمانية في المجتمع الذي اعتاد على هذه الفاحشة والعياذ بالله فينطفئ نور وجه الزاني أولا والعياذ بالله ثم يكون الفرد هزيلا ضعيفا أو مصابا بمرض العصر الحالي ألا وهو الإدز والعياذ بالله أو غيرها من الأمراض النفسية فكان التحريم مراعيا في حكمته الجانب الجسدي والصحي لدى الإنسان حتى يكون الفرد سليما معافا قادرا للقيام بما أمر الله به عز وجل أخي الحبيب لقد رعى الإسلام حقوق المرأة وحفظها لها في كل جوانب حياتها فأعز شأنها ورفع قدرها ودافع عنها ولا سيم في تحريم الزنا فكان تحريم الزنا منقذا لها من الاسترخاص والاستغلال البهيمي والعياذ بالله فشرفها الشرع الكريم بالزواج فجعل لها عقدا مقدسا يترتب عليه حقوق وواجبات وقواعد تحميها من الرجال الذين ينتهزون الفرص لتكون فريسة سهلة المنالي بين أيديهم ومن أي اعتداء قد يحصل لها مهما كان نوع ذلك الاعتداء وفي هذا المنطلق نقول إن الإسلام بريء عن الأقوال والأفواه التي تقول بأن الإسلام كان مستعبدا ومقيدا لحرية الإنسان وسعادته فكان التحريم في ديننا أيها السادة سبب في سعادتنا وعدم شقائنا في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السعادة الأبدية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرس هذه السعادة في قلوبنا دائما وأبدا بهذه الكلمات الشيقة الطيبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والحكمة ربي بالغة جلت عن حيف أو عوجي والأمر إليك تدبره فأغفنا باللطف البغيج ترجمة نانسي قنقر